موسيقى أخبار رئيسية من الجزائر الدولية وفي عنوينها 35 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء و74 شهيدا ضحايا 6 مجازر في ظرف 24 ساعة عشرة شهداء في قصف منزل بجباليا شمالي قطاع غزة تحذيرات من تحول مستشفيات شمال غزة إلى مقابر جماعية وتسعة عشر يوما من العدوان الصهيوني على جباليا تخلف أكثر من سبع مائة وسبعين شهيدا القسام تبث صورا لإيقاع قوة هندسية صهيونية في كميل محكم غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تقصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في النحوار نتسارين بصواريخ رجوم فصراي القدس تستولي على طائرة مسيرة صهيونية بمدينة غزة حزب الله اللبناني يعلن استشهاد رئيس مجلزه التنفيذ هاشم صفي الدين في غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت ثلاثة شهداء في سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة بمدينة صور جنوبي لبنان ودعوات أممية للتحقيق في الغارة الصهيونية على محيط مستشفى الحريري موسيقى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين في هجوم إرهابي على شركة الطيران والفضاء في العاصمة التركية أنقرة الجزائر تدين بشدة الهجوم وتعارب عن تضامنها مع الجمهورية التركية شعبا وحكومة موسيقى جبهة البوليساريو تجدد تأكيد على أن قرار العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد والزراع يشكل ضربة للمغرب ونكسة للاتحاد تشدد على أن من شأن مخترحة تقسيم تأزيم الوضع وتطالب الأمم المتحدة بتطبيق لوائحها لتسوية النزاع في الصحراء الغربية موسيقى مرحبا أهلا بكم نستهل التفاصيل بآخر تطورات الوضع في فلسطين موسيقى موسيقى استشهد خمسة وثلاثون فلسطينيا منذ فجر الأربعاء إثر غارات للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة وحزب مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة قصفت قوة الاحتلال بالطائرة الحربية مناطق متفرقة من قطاع غزة مما أدى إلى سقوط خمسة وثلاثين شهيدا منذ فجر الأربعاء من بينهم أطفال ونساء يأتي ذلك وسط التصعيد وتوسيع الاحتلال عدوانه على الشمال لليوم التاسع عشر تواليا استشهد أربعة وسبعون شخصا وأصيب مئة وثلاثون آخرون خلال ست مجازر ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال آخر أربعة وعشرين ساعة وزارة الصحة الفلسطينية كشفت في بيان لها عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى ثنين واربعين ألفا وسبع مئة وثنين وتسعين شهيدا ومئة أو مئة ألف واربع مئة واثنى عشر مصابا منذ السابع أكتوبر من العام الماضي واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد من الجرحة في قصف صهيوني استهدف منزلا شمال قطاع غزة وأفدت مصادر محلية الأربعابي أن مسيرات الاحتلال استهدفت منزلا في جبالي البلد شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين مع استمرار الحصار المشدد على المخيم منذ سبعة عشر يوما استشهد الطبيب الفلسطيني محمد غانم بالمستشفى الحكومي كمال عدوان شمال قطاع غزة جراء قصف مسيرة في مشروع بيت لاهية ونقلا عن مصادر العالمية محلية يواصل الاحتلال استهداف العاملين في القطاع الصحي وإحكام حصاره على المستشفيات بالتزامن مع استشهاد ممرض أيضا الأربعابي مستشفى الإندونيسي إثر إطلاق لار من مسيرة صهيونية هذا وقال مدير صحة غزة أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية إذا استمرت جرائم العدوان في ظل الصمت الدولي مدير الصحة وفي تصريحات الصحفية الأربعاء أكد أن ما يفعله الاحتلال الصهيوني شمال القطاع جريمة حرب مكتملة تلاركان خاصة بعد جعل المستشفيات هدفا رئيسيا ضمن خطته لتهجير السكان من شمال القطاع مضيفا أن الاحتلال ماضي في تهجير سكان الشمال ومحاصرة المستشفيات ومنع دخول الدواء والغذاء والماء إلى ذلك استشهد أكثر من 770 فلسطينيا وأصيب أكثر من ألف آخرين في قصف الاحتلال الصهيوني منطقة جباليا خلال 19 يوما بيان للمكتب العالمي الحكومي في غزة كشف الأربعاء أن الاحتلال الصهيوني اختطف أكثر من 200 فلسطيني بينهم سيدات مع تسجيل عشرات المفقودين في مخيم جباليا وجباليا البلد ومحيطهما مضيفا أن 100 ألف من الجرحى والمرضى في محافظة شمال القطاع يحتاجون إلى الرعاية الصحية العاجلة في ظل إجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح القصري تحت التهديد بالقتل إن أكثر من 100 ألف من الجرحى والمرضى بمحافظة شمال قطاع غزة يحتاجون إلى الرعاية الصحية والطبية العاجلة والسريعة وهي غير متوفرة حاليا بسبب قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية والمستشفيات الأربعة أجبر جيش الاحتلالي الألاف من المدنيين غالبية من النساء والأطفال وأكبار السن وتحت تهديد القتل والقصف وأحرق خيامهم ومراكزهم أجبارهم على النزوح الإجباري والتهجير القصري من منازلهم وأحيائهم السكنية ومن مراكز النزوح والإيوائي بمحافظة شمال قطاع غزة نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بممارسة الضغط الفعلي والجاد على الاحتلال المجرم لوقف التجويع والقتل والإبادة في محافظة قطاع غزة وخاصة في محافظة شمال قطاع غزة وفي جبالها ومخيمها وبلدتها ومحيطهما على وجه الخصوص إثر رفض الفلسطينيين في شمال القطاع خطط التهجير القصري إلى الجنوب سعد الكيان الصهيوني جرى إمه الوحشية بحصار مرفوق بقصف جوي وبري وبحري وباستهداف البنى التحتية الأساسية وقطع المساعدات على الفلسطينيين هذا طفل يغرق في دمائه وذاك يلفظ أحلامه مع أنفاسه في قصف همجي من احتلال صهيوني يمارس وحشيته ويصب جام جنونه في براءة دفنت الطموحة قبل أن ترتسم المدارك في شمال قطاع غزة المحاصر منذ ثلاثة أسابيع ضمن ما يعرف بخطة الجنرالات قطع حزن وفقد ووجع يرسم الكيان الصهيوني تفاصيلها بغارات الطيارات وفوهات المدافع وبنادق القناصة لتفرز خريطة موت تزكم الأنوف تضاريسها الأشلاء المتناثرة بين الشوارع وتحت الأنقاض حتى شبهها الفلسطينيون في بيتلاهيا وبيتحنون وجباليا وغيرها بأنها بعض أحوال القيامة حشرونا في الشمال وضعونا زي كأنه وضعونا في السجن ولا نقدر نطلع ولا ننزل اليوم اليهود صارت ترمي قدايف علينا بشكل كبير صارت ترتكب أبشع وأناع المجازر كانوا الأشلاء والشهداء كلهم مرميين على الأرض إحنا مش عارفين وين بدنا نروح يعني عن جد إحنا مش عارفين إيش الحل اللي وصلنا لها أقسم بربي يعني إحنا بنمر بأصعب أو مواقف وأصعب أيام وفي شمال القطع المحاصر أيضا للمساعدات وصلت ولا الغذاء ولا الدواء توقفت الخدمة في المستشفيات والتوابيت وأكفان الموت لم تعد متوفرة لكثرة الشهداء فما ينبض وما لا ينبض الكل مستهدف حتى مياه الصفا قصفت من استهداف خواطر البلدية على القرب من مقبرة الإنجليز جمع طور البلدية لع صلاح الدين والمكان يعد آمن حسب الدعاء الإسرائيلي وهم للبسوا السطرة الواضحة صار أنه وردت إشارة باستهداف بئر الصفا البئر المغذي لما يقارب 25-30% من المياه المغذية لمدينة غزة هذا البئر بعيد عن وجود أقوات جيش الاحتلال بالإضافة لأنه يوجد تنصيف من البئر المدخور أحدث مشاهد الظلم والظلام ذاك طالت من أخطأتهم قنابل احتلال فلسطينيون يتوجهون من جحيم الجرائم في بيتلاهيا إلى مدينة غزة واتجاهات أخرى وأكفانهم على أكتافهم فيما تبقى من حياة أما آخرون فمشدودون بفلدات أكباد قضوا شهداء لم يكرموا بالدفن بل استشهدوا حالمين بقدمة خبز وشربة ماء تلك يوميات أهل قطاع غزة شعارهم فيها إما نصر يعز الأمة نقولوا بإذن الله تعالى أن الشعب هذا رسالته لكم بالدم الدم بالدم أو شهادة تعز النفس لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله واستشهد الأربعاء ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرون في قصف الاحتلال مدرسة الزهراء شرقي مدينة غزة شمال القطاع بصادر أعلام محلية أفادت بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال للمدرسة التي تؤوي آلاف النازحين واستشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون فجر الأربعاء في قصف طيران الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة ووفقا لمصادر فلسطينية محلية فقد ارتقى ستة من موظفي بلدية غزة إثر استهدافهم من قبل طائرة الاحتلال شرق حي التفاح بعد حصولهم على تنسيق بالوصول إلى المكان المستهدف فيما استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منطقة مخاز المنصور بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة نعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونر والأربعاء أحد موظفيها الذي قالت أنه قتل في قصف الاحتلال لصهيلي مركبة تابعة للوكالة في دير البلح وسط قطاع غزة وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أشارت نقلا عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال استهدفت المركبة في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة محمد يعني لا له على الجبهة ولا بحارب ولا له علاقة محمد في الأصل مدرب سواقي محمد في الأصل خري الجامعة محمد ملوش علاقة في أي تنظيم محمد طبعا وظف وكالة ولكن للأسف الشديد هذا المجرم النازب بهم لا وكالة ولا بهم بشر ولا بهم بلا أدمين ولا بهم قانون دولي ولا أمم المتحدة ولا شيء طبعا بحارب الوكالة بحارب الأمم المتحدة من خلال قصف الموظفيين وقصف مركبات الوكالة أعلنت منظمة صحات العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلال الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء وقالت المنظمة في بيان لها أن الظروف الحالية واستمرار القصف والغارات الجوية على غزة يجعل العائلات وأطفالها في تلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا مضيفة أن أوامر الإخلاء الجماعي وتصاعد القصف في غالب مناطق شمال قطع غزة هي الأسباب الرئيسية لقرار تأجيل حملة التطعيم في شمال غزة بسبب تصاعد العنف والقصف المكثف وأوامر نزوح الجماعي وغياب الهدنات الإنسانية المضمونة في معظم أنحاء شمال غزة اضطررنا إلى تأجيل المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم ولا تزال الظروف الراهنة لسيما الهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية تعرض سلامة الناس وتنقلهم في شمال غزة للخطر وهو ما يؤدي إلى استحالة تمكن الأسر من إحضار أطفالها بأمان للتطعيم واستحالة تمكن العاملين الصحيين من أداء عملهم هذا وأكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن عدوان الاحتلال الصحيوني المتصاعد يحرم أطفال القطاع من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح ماجد أبو رمضان وفي بيان اليوم أكد أن الأطفال والطواقم الصحية معرضون لخطر كبير يهدد حياتهم ويمنعهم من التنقل والتوجه إلى مراكز التطعيم تم تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي غزة والشمال نظرا للأوضاع الصعبة واستمرار العدوان الصهيوني في المنطقة إن الجرعة الثانية من اللقاح هامة وضرورية للوصول إلى المناعة الكاملة ضد مرض شلل الأطفال ومنذ أيام تواصل وزارة الصحة جهودا كبيرة ومناشدات عاجلة للمنظمات والمؤسسات الصحية الدولية لضرورة التحرك وزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان والسماح للطواقب بتطعيم أطفالنا قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن جرائم إبادة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تتطلب تصعيد المواجهة وإشعال ساحات الاشتباكات بتنفيذ عمليات نوعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكافة الأراضي الفلسطينية وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس عبد الرحمن شديد في بيان للحركة الأربعاء إن جرائم الإبادة الهماجية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة تستوجب استنفارا عاما وغضبا عارما ما يستوجب تحركا شعبيا ونزولا للشارع في هذا الوقت الحرج معتبرا الخطوة بالمهمة للغاية إن جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تستوجب النفير العامة وإشعال الغضب العارم في الضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية التحرك الشعبي والنزول للشارع في هذا الوقت الحرج خطوة مهمة للغاية وتشكل إسنادا قويا لإهالي قطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية ندعو إلى تفعيل كافة وسائل النظال لردع الاحتلال والمستوطنين وثنيهم عن مواصلة جرائمهم دون حساب إن أهمية تلبية الدعوة المتصاعدة للنفير والغضب في كل أنحاء فلسطين نصرة لأهلنا في شمال قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة ومقتلة على مدار الساعة بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهدة قالت إنها لإيقاع قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم جنوب دوار الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة معلومات عن تجهيز هندسي نتوقع دخوله في منطقة جنوب منطقة الصفطاوي يقوم الأخوة في زمرة الضروة في زمرة الشهيدة والعبد هنية بالتقرب إلى منتصف الطريق الذي نتوقع دخول العدو في هذه المقتلة عند مشاركة الأهداف يتم انتقال الأهداف تفجير العبو الصدمية في مقدمة الرطيل يتم استهداف الجرافات التي نتوقع عليها البراميل المتفجرة يتم استهدافها حتى نستغل هذا الانفجار بانفجار بالعدوى في دالة القريق هاني تجهيز العملية اضع القدرة اضع الجنوب اعتبروا الروس جندي اضع القدرة اشتركوا في القناة 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 الى ذلك بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مشاهدة قالت انها لسيطرة مقاتلها على طائرة صهيونية بدون طيار في مدينة غزة اشتركوا في القناة حملت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الامن الدولي المسؤولية عن استمرار فشاله في وقف حرب الابادة ضد الفلسطينيين وزارة الخارجية وفي بيان لها الاربعات دعت مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية ووقف جميع مظاهر الابادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة نطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعبنا ووقف جميع مظاهر الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القصري في شمال قطاع غزة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الابادة نطالب الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين باحترام قراراتها وتواجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الارض ويحقق الامن والاستقرار للاطراف كافة قالت لجان المقاومة الفلسطينية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمعان في التضليل والدفاع عن الكيان الصهوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وأضافت لجان المقاومة في تصريح صحفي صادر اليوم أن العالم يدرك أن معطل المفاوضات رئيس وزراء الاحتلال الذي يسعى إلى إطالة أمد الحرب خوفا من تفكك حكومته الإجرامية وفق بيان اللجان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي إمعان في التضليل والخداع المتواصل والدفاع عن الكيان الصهيوني وإرهابه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني بلينكن وإدارته المجرمة هم أحد أركان وأسس العدوان على شعبنا وهم شركاء بالحرب والمجازر والمذابح والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير التي ينفذها الكيان الصهيوني النازي اقتحم الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مناطق مختلفة من الضرفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين ووفق لوكلة الأنباء الفلسطينية فقد اعتقلت قوة الاحتلال الفلسطينيين عقب اقتحامها حي القرعان بمدينة قلقيليا كما اعتقلت فلسطينيا آخر من قرية العيساوية شرق القدس المحتلة بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته وفي بلدة حلحول شمال الخليل اقتحمت عدة آليات عسكرية صهيونية أحياء وشوارع البلدة فيما دارت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين نشر الاعلام الحربي لصرايا القدس الجنح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي على منصة تيليجرام ما قال انها رسالة من داخل الانفاق الى مجاهدي محور المقاومة وحزب الله اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم من قلب فلسطين ومن داخل الانفاق القتالية لسرايا القدس وفي ضمن استنوار الحرب الصهيونية على قطاع غزة وتصاعد العدوان الهمجي على لبنان الشقيق ويمننا الحبيب نقول لأهلنا في القطاع اتقوا بمقاومتكم بعد الله عز وجل فهي بخير وتستمد قوتها من صمودكم وصبركم بحرنا محور المقاومة بورك اسنادكم المتواصل والداعي لغزة وهذا عهدنا بكم فكنتم وما زلتم وستبقون خير سنة وبورك دم قادتكم النازف على مذبح الحرية فهنيئا لنا ولكم باستشهاد كل المباركة من قادة النحوة على طريق القدس وهنيئا لهم هذه المكرمة اعلنت المقاومة في العراق فجر الأربعاء استهدافها موقعا حيويا في الجولان السوري المحتل بواسطة طيران المسير المقاومة العراقية وفي بيان لها قالت ان طيرانها المسير استهدف فجرا وللمرة الثانية هدفا حيويا في الجولان المحتل مؤكدة استمرار الفصائل في شن عمليات على الاحتلال بوتيرة متصاعدة نصرة للفلسطينيين هدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأربعاء برد صارم في حال أي هجوم ينفذه كيان الاحتلال على بلاده وخلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة السادسة عشر لمجموعة البريكس في قازان بروسيا قال بيزشكيان إن استمرار جرائم الاحتلال في غزة ولبنان يجبر طهران على عدم ترك أفعاله دون رد واصفا دعم الدول الغربية بأنه فعال في بواصلة هذه الجرائم إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتخذ إجراءات ضدنا فسيتلقى ردا حازما لا يصدق الاحتلال يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي وممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها استمرار تلك الجرائم في قطاع غزة ولبنان لم يبق لنا خيارا غير الرد الآن نذهب إلى أخبار العدوان الصهيوني المستمر على لبنان بعد الفاصل موسيقى موسيقى قالنا حزب الله اللبناني الأربعاء استشهاد رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين في الغارة الصهيونية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية ببيروت وقال الحزب في بيان له إن شهيد هاشم صفي الدين قدم جل حياته في خدمة حزب الله والمقاومة الإسلامية مؤكدا أنه أدار على مدى سنوات طويلة بمسؤوليات المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته العابلة في مختلف المجالات وكل ما له صلى بعمل المقاومة استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني مساء الأربعاء منطقة واقعة بين محلتي الأوزاع والجناح في العاصمة بيروت وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت شقة سكنية واقعة قرب المقر السابق للسفارة الإيرانية كما أغار الطيران الحربي الصهيوني على منطقة السان سيمون في الأوزاعي وحارة حريك بالضاحية الجنوبية الآن نذهب إلى الضاحية الجنوبية هذه الصور تصلنا مباشرة من لبنان من الضاحية الجنوبية لبيروت نتحدث هنا عن أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف صهيوني صهيوني طبعا وسائل إعلام محلية لبنانية تتحدث عن استهداف الاحتلال بأربع غارات طبعا أربع غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت طبعا هذا حدث قبل قليل من الآن طبعا هذه الصور الغارات استهدفت منطقة الكفاءات الحدث بالإضافة إلى غارتين متتاليتين على حارة حريك طبعا هذه الصور تصلنا مباشرة من الضاحية الجنوبية عمدة الدخان تتصاعد بعد شن الاحتلال عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت هذه مخلفات الغارات طبعا ألسنت اللهب تتصاعد وسط المباني بعد سلسلة غارات صهيونية طبعا هذه مباني سكنية بالضحية الجنوبية في لبنان واستشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون الأربعاء في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من مدينة صور جنوبية لبنان بعد توجيه انذار بالإخلاء الفوري لأحياء واسعة فيها وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الاحتلال شن خمس غارات استهدفت مدينة صور ووسطها ذمن حملة يقودها الاحتلال الصهيوني على المدينة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة هذا وأفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن فرق الدفاع في جمعية الرسالة للإسعاف في سحيف مدينة صور جابت شوارع المدينة طالبة من المواطنين عبر مكبرات الصوت الإخلاء الفوري بعد تهديدات الاحتلال الصهيوني باستهداف بعض الأماكن كما أقفلت الجمعية وفق المصدر ذاته مداخل مدينة صور لمنع الدخول إليها وأجلت عائلات أو أجلت عائلات إلى مراكز خاصة دعا مكتبه مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في استهداف الاحتلال الصهيوني منطقة تالجناح بمحيط المستشفى الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن الضربة التي وقعت يوم الأثنين قرب مستشفى الحريري وأسفرت عن استشهاد ثمانية عشر شخصا ضمنهم أربعة أطفال وأصابت ستين شخصا يجب أن تخضع إلى جانب أي حوادث تمس المستشفيات إلى تحقيق فوري شامل يبدو أن المستشفى نفسه الذي يعد أحد المستشفيات الرئيسة في بيروت واستقبل عدداً كبيراً من المرضى طوال فترة الصراع قد تضرر من الهجمة وعند تنفيذ العمليات العسكرية يجب اتخاذ جميع الاهتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في أرواح المدنيين أو إصامتهم وللحد من ذلك تتمتع المستشفيات وسيارات الإسعاف والموظفون الطبيون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي بسبب وظيفتهم المنقذة لحياة الجرحى والمرضى يجب أن تخضع أي حوادث تمس المستشفيات إلى تحقيق فوري شامل أعلن حزب الله اللبناني صباح الأربعة استهدافه قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال وتجمعاً لقوة الاحتلال بصواريخ الحزب في بيان له قال إنه قصف برشقة صاروخية قاعدة تاكيليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ثمانية ألاف ومائتين كما قصف أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في عدة بلدات من الأراضي المحتلة بسلية صاروخية دعماً للفلسطينيين في قطع غزة ودفاعاً عن لبنان وشعبه إلى ذلك قالت وسائل إعلام عبرية إن ثلاثة جنود وضباط إسرائيليين قتلوا أمس الثلاثة في معارك بلبنان المصادر ذاتها أضافت أن عدد الجنود والضباط الصهاين الذين قتلوا منذ السابع أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين على جبهات غزة والذفة الغربية ولبنان ارتفع إلى سبعمائة وثنين وخمسين عسكرياً وكان الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن مقتل نائب قائد كتيبة وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان قال ناصر ياسين وزير البيئة ورئيس اللجة الوطنية للطوارئ في لبنان إن بلاده بحاجة إلى مائتين وخمسين مليون دولار شهرياً لمساعدة ما يزيد عن مليون نازح وتغطية تكاليف الخدمات الأساسية من الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم وأفد ناصر ياسين بأن تعامل الحكومة بدعم من مبادرات محلية ومساعدات دولية لم يغطي السوى عشرين بالمئة من احتياجات أزيد من مليون نازح يقيمون حالياً في مباني عامة أو مع أقاربهم مضيفاً أن هذه الاحتياجات من المرجح أن تتزايد إذ تدفع موجات الغارات الجوية اليومية المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم بينما تبذل الحكومة اللبنانية جهوداً لإيجاد السبول لإيوائهم لدينا جدول زمني للتخطيط للأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة بما في ذلك الخدمات الإنسانية والأساسية والاجتماعية الرسالة هي أن هذه الحرب يجب أن تتوقف نحتاج إلى مائتين وخمسين مليون دولار شهرياً لتغطية خدمات الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم الأساسية للنازحين المدارس والمسلخ القديم وسوق المواد الغذائية الطازجة جميعها تحولت إلى ملاجئ جماعية في الأيام الأخيرة نحتاج إلى وقف لإطلاق النار اليوم ونحتاج من كل فرد في المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة أن يتحل بشجاعة الكافية ليقول ما يحدث لقد تم تدمير قرى كاملة على الحدود في الأيام القليلة الماضية ولكن تم تدمير المؤسسات العامة أيضاً مؤسسات المياه ومحطات الضخ والمستشفيات سمها ما شئت كل هذه تحتاج إلى إعادة البناء وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الأربعاء إن هجوماً إرهابياً استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية تساش بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة وخلف قتلى وجرحى مؤكداً أن السلطات الرسمية التركية ستزود الرأي العام بأحدث المعلومات بشأن الهجوم وكانت انفجارات وطلقات نارية قد سمعت في مشاءات شركة صناعات الطيران والفضاء التركية قبل إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق التبية إلى المنطقة بحسب ما أوردته وكالة الأناظول التي أوضحت أن الفجاراً قوياً وقع في مقر الشركة بأنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة هذا وأدانة الجزائر بجد الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الطيران والفضاء التركية بأنقرة وفق ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية المصدر ذاته أضاف أن الجزائر تعارب للجمهورية التركية شعباً وحكومة عن تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة في موضوع آخر دعت الجزائر الفرقاء السياسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى العمل على استكمال بناء السلام في البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفي جلسة لمجلس الأمن خصصة لبحث الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى رحب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع باسم لجنة ثلاثة زائد واحد بجهود حكومة بانكي في عملية نزع السلاح غير الشرعي داعياً المجموعات المسلحة إلى الانخراط في العملية معريباً في السياق عن أسف المجموعات الدولية لإرجاء الانتخابات التي كانت مقررة هذا العام إلى 2025 نحيي جهود الحكومة المستمرة من أجل تعزيز الاتفاق السياسي ونرحب كذلك بالتقدم المحرز بالاجتماع التنسيقي الثامن للعملية السياسية وندعو كل الجماعات المسلحة إلى تجديد الانتزام بعملية السلام تهنئ مجموعتنا حكومة إفريقيا الوسطى على التقدم المحرز في عملية نزع السلاح بدعم المينوسكا لذلك فإننا نحث بقية أعضاء الجماعات المسلحة على الانضمام إلى هذا البرنامج المجموعة الإفريقية ثلاثة زائد واحد تأسف لأن الانتخابات المحلية المقررة عن عقادها في 2024 أجلت اضطرارا إلى 2025 ومع ذلك نحيط علما بأن التحضير للانتخابات يسير ونؤكد على دعمنا لهذه الخطوة الكبيرة من أجل توطيد الديمقراطية في البلاد قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائرية طيب زيتوني أن قوة العلاقات السياسية بين الجزائر وقطر انعكست إيجابا على الجانب الاقتصادي الثنائي الذي يشهد تطورا كبيرا ومنموسا في السنوات الأخيرة زيتوني وعلى هامش افتتاح منتدى الأعمال الجزائرية القطري قال إن التسهيلات الجزائرية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين القطريين والإمكانيات التي تظهر بها البلاد سمحتا بتجسيد أحد عشر مشروعا استثماريا قطريا ضخما في الجزائر بقيمة تتجاوز مئات ملايين الدولارات العلاقات الموجودة المتشدرة في التاريخ الصداقة والأخوة الموجودة بين قائدي البلدين فرص الاستثمار التي فتحتها الجزائر خاصة لمتعامل القطريين دعش المشروع ضخم لإخواني القطريين في الجزائر بمئات الملايين من الدولارات الجزائر دولة قارة الجزائر مساحتها عاشر دولة في العالم هي أول أكبر دولة إفريقية تتوفر من الخيرات ومن مكامل طبيعية يعني ما يكفي ما تكون سلة للعالم في الغذاء أخوانا في قطر هم شركاء يعني سنعمل حليهم هذه المزايا على أنهم يستثمرون مع أخوانهم الجزائرين دالها نأمل إلى تطوير الشراكة وحتى نرتقي بالشراكة الاقتصادية والعمل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية الموجودة بين البلدين هذا وأشرف وزير التجارة والترقية الصادرات الجزائرية طيب زيتوني رفقة وكيل وزارة التجارة والصناع القطري على افتتاح منتدى الأعمال الجزائرية القطرية الذي ينظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية المقام في العاصمة القطرية الدوحة في كلمة له بالمناسبة شدد الوزير زيتوني على أن المنتدى يشكل انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية متينة تمتد إلى مجالات متعددة تحت رعاية قائدي البلدين مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية القطرية تشهد قفزة نوعية مؤكدا أن الجزائر تتطلع إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية كما نتهز هذا الموعد الاتصادي لدعمة المستثمرين أي قطريين لاكتشاف جزائرانيوان بإمكانياتها أن تطلع بيئتها استثمارية بما سننتدح إمجاز مشروعات اقتصادية صناقة ونضمن من ذلك تقييم شهادات حية من خلال المستثمرين المتواجدين في الجزائر من خلال شركات ضخمة كبر استقمرت في الجزائر وفق كل هذه المعابير التي ذكرتها في كلمتنا والخصة بالذكر شركة بلدناف وشركة أنحاديد والصلب في بلنارة في جيجين شركة التواصل والاتصال أوريدو وشركات أخرى من بين 11 شركات مهنكلة لعدة علامات ومحاوة اقتصادية مهنكلة للاقتصاد المشترك والتبادل المشترك بيننا وبين إخواننا القطريين دعا برلمانيون جزائريون إلى تبني سياسة اقتصادية تحمل اقتصاد العالمي من التدخلات السلبية وتعزز التنمية المستدامة وفقا للمصالح الوطنية للدول وخلال أشغال المنتدى البرلماني لصندوق الدقد الدولي والبنك العالمي أشهد النائب البرلماني الجزائري سليم الراح بالسياسة الاقتصادية للجزائر التي قادت البلاد في سنوات الأخيرة نحو حلول بديلة لتمويل المشاريع التنموية بعيدا عن الاستدانة الخارجية من جانبه أشهر النائب البرلماني يوسف حميدي إلى أن البنك العالمي لا يقدم الدعم الفعلي للمشاريع التنموية تبحث الجزائر وموريطانيا تبادل الخبرات في النقل السككي المنجمي من خلال الزيارة يقوم بها وفد عن شركة النقل بالسكك الحديدية الجزائرية إلى موريطانيا بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية أشار إلى تواصل زيارة المدير العام للشركة الهياكل والمشآت القاعدية على مستوى الخط السككي المنجمي أزويرات نواديبو بموريطانيا أين اطلع الوفد الجزائري على كافة مراحل نظام شحن العربات والتقنية المستعملة من طرف شركة أسنم الموريطانيا أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل ضربة للمغرب ونكسة حقيقية للاتحاد الأوروبي بشيرا إلى أن دولة الاحتلال المغربي تمعن في نهب ثروات الشعب الصحراوي بإشراك دول أوروبية وأشدد وزير الخارجية الصحراوي خلال ندوة صحفية له الأربعاء على أن قرار العدل الأوروبي القاضي بتمايز الصحراء الغربية عن المغرب وبطلان اتفاقيات الشراكة المغربية الأوروبية لشموليتها الأراضي المحتلة يفتح آفاقا للشعب الصحراوي بمقاضات الاحتلال والاتحاد الأوروبي في حال عدم التزامهما بقرار المحكمة محتوى القرار ميزه أولا على أنه كان في منتهى الوضوح عندما يقول أنه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عندما يلغي اتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدعوة أنها تشمل الصحراء الغربية عندما يقول أنه لا اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وغيره إلا بموافقة الشعب الصحراوي وموافقة الشعب الصحراوي تأتي عن طريق جبهة الموليساري نظن على أنه هذا شيء أساسي والأكثر من هذا هو أنه إذا كان ضربة يشكل ضربة قاسية للمغرب فهو في ذات الوقت يشكل حقيقة حقيقة نكسة حقيقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لهذا التجمع الاقتصادي هذا التكتل الأكبر يعني اليوم واعتبر سيداتي مخترحة تقسيم الذي تقدم به المبعوث الأممي بشأن الصحراء الغربية من شأنه تأزيم الوضع منوها إلى أن جبهة الفوليساريو تخوض كفاحا مسلحا بعد خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار لما نتكلم عن هذه التطورات التي تشهدها القضية على مستوى الأمم المتحدة ما يجري على مستوى الاتحاد الأفريقي ما يجري على مستوى محكمة العدلة الأوروبية بالمقابل والشين هي المعطيات الآن على الميدان نذكركم أنه الآن نخوض غمار حرب كفاح مسلح بعد استيناف القتال وبعد الخرق السافر للمغرب لوقف إطلاق النار مهمة الأمم المتحدة يعني من اليوم الأول كان هو تطبيق مبدأ تقرير المصير في مستعمرات تسمى بالصحراء الغربية هذا هو الكلم وما هنا ما تغير أي شيء بل أكثر من هذا أنتم ما شفتوا تقسيم شكونا حوله موريتانيا والمغرب تقاسم الأرض بمباركة فرنسية ودعم من الصباني وما شفتوا ما قالها هذا وجدد وزير الخارجية الصحراوي دعوة بلاده الأمم المتحدة لتطبيق لوائحها بشأن النزاع في الصحراء الغربية مؤكدا حضور القضية الصحراوية في أجندة الأمم المتحدة المنتظم الدولي مطالب وملزم بأن يرافق الشعب الصحراوي حتى يقرر مصيره وحقه الثبت لغير قابل التصرف في ما يخص تقرير المصير الجمعية العامة ستعتمد بدون شك في نهاية المطاف قرار الأمم المتحدة قرار لجنة الرابعة أي قرار لجنة تصفية الاستعمار كذلك القضية شهدت تطورات دائما على مستوى الأمم المتحدة شفتوا مجلس الأمن اجتمع مجلس الأمن حتى هو يتناول بالدرس قضية الصحراء الغربية وعليه فهي قضية حاضرة في أجندة الأمم المتحدة وهذا شيء مهم كثير توقعت الشركة المتخصصة في الاعتمال التجاري أليونستراد أن تشهد المملكة المغربية زيادة كبيرة في حالة إفلاس الشركات خلال العام الجاري حيث يتوقع ارتفاع هذه الحالات بنسبة 13% لتصل إلى أزيد من 16 ألف شركة وهو ضعف المتوسط المسجل ما بين عامي 2016 و2019 وقالت الشركة في أحدث تقاريرها أن العام المقبل قد يسجل رقما قياسيا آخر في حالة الإفلاس حيث من المتوقع ان تصل إلى أزيد من 17 ألف شركة بزيادة قدرها 8% مقارنة بالتوقعات للعام الجاري خرج بئات المتظاهرين في المغرب في وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزيون الرسمي بالرباط تنديدا بمشاركة مجندة صهيونية في دور البطولة لمسلسل تلفزيوني مغربي إضافة إلى تجديد دعوتهم لإسقاط التطبيع وحسب بيان للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع رفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات منددة بتواصل مسلسل التطبيع بين الكيان الصهيوني والمملكة المغربية مطالبين حكومة أخ النوش بالتراجع عن كل اتفاقيات التطبيع بهذا نطوي أوراق الرئيسية شكرا حالتي بالمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة